الوجود الإيراني في سوريا أصبح غير مرغوب به وزواله بات قاب قوسين أو أدنى وقائع كثيرة دلت على ذلك مؤخرا منها سلسلة الهجمات الممنهجة التي استادفت المعاقل الإيرانية وتصرفات القوى الإقليمية والدولية ومنها روسيا التي عكست رغبة كبيرة بكبح النفوذ والتمدد الإيراني في سوريا المرصد السوري لحقوق الإنسان تحدث عن كبح النفوذ الإيراني في سوريا كاشفا عن سلسلة الهجمات التي أودت بحياة ما يزيد عن ستين مقاتلا من جنسيات مختلفة من الميليشيات الإيرانية مثل فاطميون وميليشيا حزب الله وعناصر من الحرس الثوري منذ بداية شهر أيار الماضي وحتى الحادي والعشرين من شهر تموز إضافة لتدمير عدد كبير من مستودعات الذخيرة والسلاح التي تكبدتها هذه الميليشيات المصادر التي نقل عنها المرصد السوري أشارت لأن طائرات صهيونية تقف وراء عدد كبير من هذه الهجمات التي استهدف أغلبها المعاقل الإيرانية جنوب ووسط وشرق البلاد واللافت في الأمر بحسب المرصد أن تصاعد موجة الغارات التي استهدفت القواعد والمعاقل الإيرانية جاء بمباركة موسكو التي لطالما كانت حليفة لطهران في مراحل كثيرة للضربات الصهيونية إلى جانب توافق التوجهين الصهيوني والروسي فيما يخص إقصاء إيران عن منطقة شرق الفرات الغنية بالنفط والتي تشد صراعا محموما بين القوى الخارجية كذلك بدأ الحد من النفوذ الإيراني في مناطق الجنوب السوري يدخل فعليا حيز التنفيذ مع انهاء مئات المقاتلين بداية الأسبوع الحالي لدورة عسكرية في صفوف الفيلق الخامس وهو ائتلاف مجموعات مسلحة معارضة للنظام السوري ومدعومة في الوقت عينه من روسيا وكشفت مصادر عسكرية من مدينة درع الجنوبية أن مجموعات ضمن الفيلق الخامس زادت من أعداد عناصرها بعد انضمام مئات المعارضين للأسد إليها بناء على طلب الروسي وبحسب المصادر فإن الوجود الإيراني في درعا وأريافها وريف محافظة القنيطرة بدأ بالتراجع نتيجة ضغوطات مارستها الشرطة الروسية والقوات المحلية المؤيدة لها على الميليشيات المحسوبة على طهران والمدعومة منها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر